تنديد عربي ودولي واسع بمجزرة الفجر بقطاع غزة الخارجية السعودية أكدت في بآن ضرورة وقف المجازر الجماعية في القطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية من جهتها اعتبرت منظمة تعاون الإسلامي استهداف المدرسة امتداداً للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي هذا وواصف مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل الضربة بأنها مروعة مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرر هذه المجازر من جانبه أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق حيال مقتل المدنيين في القطاع وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة زاعماً أن عناصر حماس استخدموا المدرسة مقر قيادة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تأوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة خلال أسبوع واحد فقط إلى الستة مدارس مما خلف أعداداً كبيرة من القتل والجرحة وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة ترجمة نانسي قنقر